السلام عليكم طلبة طالبات صف الثالث العدادين. نكمل مع بعض حالكتاب جيم الوحدة الخمسة درس خامس وسادس. السؤال اللي اول بيقول هنا يعني بيقول مش هتحصل على جائزة بسبب انك بتأدي بشكل سيء. كلمة يؤدي يا شباب اللي هي كلمة بيرفور. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ده فريق كرة اليد. يعني بيقول لك حصل على البطولة كسب البطولة. عايز يقول بقى يا له من انجاز مزهل او انجاز رائع. كلمة مزهل لها كلمة اتشيف منت. السؤال اللي بعد ولي ده باند. الفرقة الموسقية wants to do a sound check before زي. يعني الفرقة عايزة تشيك او تفحص الاصوات قبل ان هي يا شباب تعمل حفلة الموسقية. قبل الحفلة الموسقية. كلمة حفلة موسقية معناها كونسرت. السؤال اللي بعد ولي شي. خلي بالك بيقول لك ان هي حصلت على بعثة للدراسة في جامعة ايه? جامعة كامبرج. كلمة بحثها شباب سكولر شاب. السؤال اللي بعده بيقول لك يعني هو بيعمل في تجارة الشاي منزو ايه? يعني كان عنده حوالي سبعتاشر سنة. طبعا الشباب بيعمل في التجارة دي هو عنده سبعتاشر سنة. سن السبعتاشر سنة دي مرحلة اسمها مرحلة المراقع. كلمة المراقع لاتين ايجور. سؤال اللي بعد ولي ماي سكول نقاط اسويس كولز انجلد. يعني بيقول لك مدرستنا دي ما بتعمل تواصل او اتصال مع المدارس في انجلترا. كلمة تواصل او اتصال هي كلمة كونكتس. سؤال اللي بعد ولي فريدة عثمان is the fastest female نقاط in ايجيبت and africa. طبعا فريدة عثمان دي سباحة شبابها ولك هي بتكون اسرع سباحة في اه مصر افريقي هي كلمة سباحة اللي هي كلمة سويمر. سؤال اللي بعد كده بيقول الشي learn how to look after the environment and ايجيبت صناط. هي تعلمت انها تعتني بي البيئة المصرية والثقافة المصرية. كلمة ثقافة يا شباب اللي هي كلمة. يبقى اللي اجابة عندي هنا هتكون كلمة. سؤال اللي بعد ولي مشروحها يعني مشروح بتاعها حصل على المركز الرابع في مسابقة اخرى دولية. ليه العلوم وطبعا كان في العلوم وايه شباب العلوم ولا هندسة. عايز كلمة الهندسة هنا اللي هي كلمة انجينيوريون. سؤال اللي بعد كده بيقول لي you have passed your not test. congratulations. مبروك. you can buy a car. نحو بتقدر دلوقتي تشتري السيارة بتاعتك. فهنا شباب بيقول له يعني انت نجحت في اختبار القيادة. كلمة اختبار القيادة اللي هي driving test. السؤال اللي بعده has not leg is a direct result of his own curds. ناس. قل لي بالك هنا بيقول لك يعني رجله المكسورة دي كانت نتيجة مباشرة لإهماله. كلمة رجله او قدمه المكسورة يا شباب مكسورة يعني broken. سؤال اللي بعد بولي it will take a long time to not a broken fence. يعني هنا بيقول لك احنا هناخد وقت طويل في اننا نصلح الصور المكسور ده. كلمة تصلح اللي هي كلمة repair. السؤال اللي بعد بولي the not is open to all readers in that town you can't take part in. انت تقدر تشترك فيها. يبقى هنا بيقول له المسابقة. المسابقة يعني لسه مفتوحة انت تقدر تشترك فيها. كلمة مسابقة اللي هي كلمة competition. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول I not some good news. I have passed my exam. هنا بيقول لك يعني انا عندي اخبار جيدة. انا نجحت في امتحاناتي. انا عندي يا شباب يعني I have. سؤال اللي بعد بولي he not a bad score in his last exams. يعني هو عايز يقول لك هو حصل على سيء. يبقى هنا يا شباب he got. سؤال اللي بعد بولي look I have finished my painting. يعني حد بيكلم التاني فبقول له انا I hate my painting. قال له طبعا عمل عظيم فيقول له great job. well done. يبقى عندي هنا كلمة job. سؤال اللي بعد بيقول لي the teacher encourage the students. المدرس بيشجع الطلاب to know their dreams. طبعا كلمة dreams يعني احلام بيشجحهم ان هما يحققوا احلامهم يحقق حلمه اللي هو achieve. سؤال اللي بعد كده بيقول لي he not an award for his service to that disabled. يعني هنا شباب بيقول لك هو حصل على جائزة لخدمته وعنايته بزوي الاحتاجات الخاصة. هو حصل على اللي هي he got. السؤال اللي بعد بولي must girls. معظم البنات take a long time to not dressed. حايز يقول لك يعني بياخدوا تطويل في اللبس. عندنا كلمة يلبس او يرتدي على بعضها كده شباب اسمها get dressed. السؤال اللي بعد بولي we wear incredibly surprised not the price. يعني احنا اتفاجئنا واندهشنا جدا بخصوص السعر ده. فهنا شباب هيقول لك كلمة buy the price. السؤال اللي بعد بولي she found a way for villagers to not dirty water. يعني هي وجدت طريقة انها تعلم القرويين ازاي نظفوا ما يعني clean dirty water. السؤال اللي بعده you should not you teeth before you go to bed. يعني انت يجب عليك انك انت برضو تنظف اسنانك. يبقى كلمة clean your teeth. السؤال اللي بعده all students. كل التلاميذ study hard to not a place at a top universe. كل التلاميذ بتزاكر بجدة علشان تحصل على مكان في الجامعات القمة يبهاب a place. السؤال اللي بعده never stop learning new نقط يعني بيقول لك لا تتوقف عن تعلم ايه الجديدة شباب طبعا عندي كلمة مهارات. المهارات الجديدة. السؤال اللي بعد بقولي how did she not to the news? طبعا هنا بيسأل شباب يعني ازاي كانت استجابتها للاخبار الجديدة. فكلمة استجابها يبقى هي استجابت. هي السؤال اللي بعد بقولي most young people want to not a scholarship for the USA. يعني هنا بيقول لك يعني معظم الشباب بنفسهم او يتمنوا ان هم يحصلوا على بعثة. يبقى هنا كلمة find يجدوا على صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال دالك سؤال المحادسة خلي بالك لازم ترى المحادسة كلها على مهلك والترجمة. يعني بيبارك الفارس اللي حصل على بعثة. فمازم بيقوله hello faris. hello how are you? كيف حالك? طبعا شباب اللي محد يقولك كده ترد تقوله I am fine. فمازم بدأ يقوله حاجة اخرى كلمة happy what's the matter? طبعا هنا يعني بيقوله ايه اللي حصل وبيقوله انت تبدو سعيدا كلمة انت تبدو سعيدا you look so happy. فرد فارس يعني هنا يقوله you look so. رد فارس قاله guess what? معلوش. قاله يعني خمن كده I have good news. عندي اخبار ايه جيدة. وتحت بدأ يقوله يا شباب على الحاجة يبقى اكيد بيسأله بقوله what is it? يعني في ايه او ايه اللي تخليك مبسوط يعني. فارس رد عليه وقاله اللي تخليه مبسوط ان I have good a scholarship. يعني انا حصلت على باسة to a university in canada. الجامعة في كندا. طبيعيا ما حد يقوله خبر كويس زي كده فانت هترد عليه تقوله يا شباب تقوله كلمة will done. بعد كده فارس بدأ يقوله yes I can't believe it. انا مش مصدق. I am going to play tennis. انا هروح هناك العب تنس. واتمرن تنس and study hard. فطبعا تحت هنا مازن قاله حاجة كان اخرها for you. يبقى هنا بقوله انا حقا سعيد لك. فقال له I am really happy for you. طبعا بدأ بعد كده يتمنى له ان هو يعني يبقى اهم يحصل على اهم البطولات. ففارس في النهاية بيقوله يا شباب بيقوله شكرا لك. يقال له thanks for your kind feelings. يعني شكرا على مشاعرك الطيب. الصفحة اللي بعد كده يا شباب نكمل مع بعض عندنا سؤال situation طبعا الامتابع معي من الوحدة الاولى للوحدة الرابعة حلينا situation وهي سؤال right بالكامل وشرحناه. لكن خلاص احنا عرفنا دلوقتي اسئلة الامتحان هتكون ايه? والسؤال ده مش موجود في الامتحان situation ولا سؤال right فانا هسيبه لك بس محلول كده. واتمنى منك انك تركز بس في اسئلة الامتحان اللي جاي لك لان الامتحانات قربت وان شاء الله ربنا يوفقك وكلكم وتجيبه اعلى الدرجات. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندي exercise على الدرس الخامس والسادس بيبدأ معي بسؤال ده لك سؤال المحادسة. خلي بالك لازم ترى محادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ تحلي. هنا بيقول بيدو عن a contest يعني فاز بمسابقة. فبيدو بيكلم صاحبه صلاح فبيقول له hi صلاح. how are you? كيف حالك? طبعا لما حدث سألك يا شباب بيقولك how are you? ترد عليه تقول له I am fine thanks. بعد كده بيدو قال له حاجة. قال له I have some good news. يعني انا عندي اخبار جيدة لكنه ما قاله قال له guess what? خمن. فطبيعا هيرد يقول له ايه هي يعني لان بعد كده بيقول له I have one account. يعني انا فزت بايه بمسابقة. بمسابقة. فهيقول له what is it? ايه هي الاخبار دي? فقال له انا فزت بمسابقة فطبيعا ان هو يشجعه فممكن يقول له well done او يقول له great job. بعد كده قال له I trained hard to get it. انا اتمرنت بصعوبة جدا علشان احصل عليها. سأل له سؤال وقال له at your school. قال له no it was for everyone. يبقى هنا بيقول له يا شباب بيقول له هل هي يعني كانت مسابقة في المدرسة? قال له لا دي هي لا ايه شخص? ويقول له was that a competition? فقال له no it was for everyone. صلاح بعد كده قال له حاجة طبعا اخيرها for you. يبقى انا عرفتها يا شباب بيقول له I am really happy for you. انا حقا سعيد بالنسبة لك. السؤال اللي بعد كده عندي يا شباب سؤال situation. خلي بالك سؤال مواقف ده مش جاي في الامتحان بس انا كنت حلولك. لكن انت ممكن تتمرن عليها علشان سؤال تدالب. لكن هو مش جاي في الامتحان فركز بقى على اسئلتك ان شاء الله اللي هتجي لك في الامتحان. السؤال اللي بعده. السؤال الاول عندي بيقول لي I can't go out tonight because I am working not a school project. خلي بالك ان project عايزة معها on. ل انه انا بقول لك انا مش هخرج النهاردة. او الليلة علشان انا بعمل على مشروع المدرسة. فيقول له working on. سؤال بعد ولي I have repaired that chair that was a. يعني بقول لك ان احنا صلحنا الكرسي اللي كان اي يا شباب طبعا اللي كان المكسور او الكسر. فيقول له that was broken. سؤال بعد ولي my cousin Laura is not married next month. خلي بالك كلمة married عايزة معها get married. وعند هنا كلمة is. فلازم الفعل يجي مدفله ing. فهتقول له هنا شباب getting married. السؤال اللي بعد بقول لي I know she would not well she worked really hard. خلي بالك يعني بيقول لك هي حبت انها تعمل بكلمة with do well. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول you can be proud of your not. يعني هنا بيقول لك انت تقدر تبقى فخور بانجازاتك. كلمة انجازاتك شباب اللي هي كلمة achieve mad. السؤال اللي بعد بقول لي did you win the school short story. يعني عايز يقول لك بقى هل انت فوزت قبل كده بقصة القصيرة في المدرسة. يبقى هنا بيقول له يا شباب بمسابقة القصة القصيرة اللي هي كلمة competition. السؤال اللي بعد بقول لي I know my exam results today. يعني عايز يقول لك انا حصلت على نتيجة المتحانات النهاردة فيقول له I got. اللي بعد كده بيقول لي not the bedroom yet. خلي بالك كلمة يدي يا مستر عايزة have او has. وكمل بقى فعل مساعد والفاعل 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 في تصرف التالت. عندي كل ما ينفعش يا شباب ما عندش اللي have you cleaned. السؤال اللي بعد بقول لي they have gone shopping. خلي بالك برضو ده زمن مدارعة تام. فهنا عايز اقول في الاخر يا شباب جملة هنا مسابقة فهقول له already. يعني بالفاعل. السؤال اللي بعده. رانداز and has not a baby. برضو اللي عندي هزة هنا لازم يجب على الفاعل في تصرف التالت اللي هو تصرف التالت من have اللي هو هكمة had. السؤال اللي بعد كده عندي يا شباب بيجيب لي قطعة وبيقول لي املى الفراغات اللي فيها. هنا بيقول لي Egypt has not one the Africa cup of nation seven times. يعني عايز اقول لك مصر بالفاعل حصلت على كأس افريقيا سبع مرات. يبقى هنا كلمة already. فراغة الاولى هكتب في كلمة already. بعد كده بقول لي last time. عايز اقول لك يعني واخر بقى بطولة كانت في الفين وعشر. يبقى اقول له was in twenty ten. اللي بعد كده شباب بيقول لي who have already not a twice before. برضو انا عندي كلمة already وعندي have. يبقى ده مدارعة تام يبقى يجيب فيها في تصرف التالت. يبقى عايز اقول في هذا اللي هي كلمة twice before. بعد كده يا شباب ولي it hasn't started. طبعا hasn't هنا من فيه. طلب من فيه. but started yet. but all counters are getting ready for it.